وسط أجواء إيجابية تمضي المحادثات في العاصمة القطرية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية بشأن الانسحاب الأمريكي من البلاد والتوصل إلى اتفاقية دائمة للسلام في أفغانستان المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد قال إن ممثلي جانبين بدأوا جولة جديدة من المحادثات في الدوحة في محاولة لإيجاد حل سياسي للصراع الأفغاني المستمر منذ 17 عاماً بينما تزداد المخاوف لدى مراقبين أمريكيين من اتفاق سلام سيء قد يدفع البلاد إلى حرب أهلية ومن ثم تصاعد التهديد الأمني مجدداً إذا تسرع الرئيس ترامب في مغادرة أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل لسيما أن الطرق وحجم وبرنامج الانسحاب الأمريكي كلها نقاط ما زالت حتى الآن مجهولة وبحسب مراقبين فإن الطالبان تعرف مدى استعجال ترامب على صيغة انسحاب تحفظ ماء الوجه وتمنحه ورقة رابحة قبل موعد الانتخابات الرئاسية القادمة فبالتالي فمن المستبعد أن تتخلى الحركة عن رفضها الجلوس الثنائية مع الحكومة الأفغانية ولو مرحلياً لحين جني ما يمكن من ثمار التعجل الأمريكي على صعيد ترسيخ وجود الحركة على الأرض وإكسابها أوراقاً تمكنها من التفاوض مع حكومة الرئيس أشرف غني من موقع قوة وعلى الرغم من أن الانسحاب الأمريكي يعد المطلب الرئيس لطالبان التي تتعهد في المقابل بعدم السماح باستخدام الأراضي الواقعة تحت سلطتها من قبل تنظيمات وصفتها بالإرهابية إلا أن ترامب أكد مؤخراً أن الولايات المتحدة ستبقي دائماً على وجود عسكري في أفغانستان الأمر الذي ربما يدفع الأمور إلى منعطف حرج قد يجر البلاد نحو تجدد للحرب في المحصلة فإنه ليس هناك من يملك حلاً عملياً قابلاً للتطبيق من دون تقديم تنازلات متبادلة من أطراف الصراع ولا شك في أن على واشنطن أن تبدأ هي التنازلة لتحقيق السلام في أفغانستان كما بدأت العدوان